خلال ترأوسها جلسة بعنوان سد الفجوة أهمية وصول الكتب إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم ضمن فعاليات معرض لندن الدولي للكتاب الذي يعقد افتراضيا أكدت الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للنشرين أهمية الثقافة ودورها في تغيير حياة الأطفال ودعت إلى العمل على سد الفجوات التي تعرقل وصول الكتاب إلى الأطفال في جميع أنحاء العالم مشيرة إلى أن الصراعات والحروب وضعف البنية التحتية الرقمية وغياب شبكات المكتبات من أبرز الأسباب التي تحول دون وصول المجتمعات إلى الكتاب وفي جلسة نقاشية أخرى بعنوان أريادة في النشر سلطت الشيخة بدور القاسمي الضوء على أهمية التعليم المستدام ودوره في سد الثغارات القائمة في قطاع النشر مشيرة إلى ضرورة تبني نماذج العمل الحديثة لمواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة النشر وأهمية الإرشاد والتوجيه وتبادل المعارف بوصفها من أكثر الاستراتيجيات التعليمية فاعلية لأنها توسع الآفاق أمام أعضاء الفريق